ضع قطعة من البصل على هذا المكان سيجعلك مئة حصان كل ليلة لن تصدق ماذا سيحدث في جسمك بعد استخدامك للبصل بهذه الطريقة الصحيحة لمدة خمسة أيام مفاجأة صحية صادمة يجهلها الجميع ولكن في البداية عزيز المشاهد سنطرح عليك بعض الأسئلة المهمة للغاية هل تعاني من مرض السكري؟ خصوصا مرض النوع الثاني وهل تعاني من التهاب البروستاتا؟ وماذا عن مشكلة الضعف أو العقم؟ وهل تعاني من الضغط المرتفع؟ وماذا عن أمراض القلب؟ وأمراض الكبد والمرارة والكلا؟ وهل تعاني من غازات البطن المزعجة؟ ومشكلة حب الشباب وتساقط الشعر؟ هل تعاني من الكرش والوزن الزائد؟ وترغب في التخلص منه بدون تمارين رياضية شاقة؟ فشاهد هذا الفيديو للنهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بمكون واحد إنه البصل لكن قبل أن نبدأ في مقطعنا هذا فضلا وليس أمرا نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لناستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت البصل ولو لمرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد اليوم سوف تتغير نظرتك إلى البصل هذه الثمرة المعجزة التي وهبها الله لنا وجعل فيها فوائد هائلة للإنسان قادرة على علاج العديد من الأمراض المزمنة فتناولك لبصلة واحدة يومياً سوف تساعد في حل معظم مشاكل الجسم الصحية فستعمل على علاج ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات السكر في الدم لدى مرضى النوع الثاني وستزيد من مستوى هيرموني تيستيرون الذي سيعزز الصحة الذكورية والجسدية لدى الرجال وستساهم في التقليل من أعراض التهاب لبروستاتا لدى الأشخاص المصابين بهذا المرض وكما أن من أبرز فوائد تناول البصل بشكل يومي أنه منشط طبيعي للجسم سيساهم في علاج مشكلة الضعف لدى الرجال والنساء والتي أصبحنا نراها اليوم أحد أكثر الأمراض المنتشرة في هذا الزمن كما أن تناول بصل واحدة يومياً مع ملعقة من عسل النحل الطبيعي سوف يعمل على تحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء ماذا سوف يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟ البصل من أقدم الخضروات المعروفة لدى الإنسان والذي يتمتع بخصائص طبية مميزة فقد لا يعلم البعض أن البصل قد يساهم على مر العصور في علاج العديد من الأمراض والأوبئة ومن أبرز فوائد البصل أنه خارق في دعم صحة الكبد وينقل جسم من السموم كما أنه يساعد مرضى السكر من النوع الثاني في السيطرة على مستويات السكر في الدم وحتى يومنا هذا لا يختلف إثنان على فوائد البصل العظيمة وذلك لما يقدمه البصل من عناصر غذائية مهمة للجسم مثل فيتامين A وC وK وهذه العناصر الصحية تساعد في الحفاظ على الصحة وتقوي المناعة وتناولك لحبا من البصل بشكل يومي سوف يعمل على علاج الالتهابات في العظام والتهاب المفاصل والحد من التهاب البروستاتا وزيادة الخصوبة لدى الرجال وبالتالي التخلص من مشكلة العقم والضعف ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول البصل؟ عند تناولك لحبا من البصل يوميا سوف تحصل على فوائد صحية لا مثيل لها فهذه الثمرة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي بتناولك لبصلة واحدة يوميا سوف يصبح جهازك المناعي قادرا على مقاومة العدوى والأمراض بشكل أفضل وأثبت ما يمر به العالم في الثلاث سنوات الأخيرة والتي انتشر فيها الأمراض والأوبئة أن المناعة هي كنز ثمين لا يقدر بثمن يمكنك الآن الحفاظ عليها بتناولك كوب يوميا من مشروب البصل المحلى بملعقة من عسل النحل قبل النوم بساعتين تحسين الهضم حتى تصبح بصحة جيدة فأنت تحتاج إلى جهاز هضمي سليم وتناولك لبصلة واحدة يوميا سوف يوفر لك هذه الميزة فالبصل يعمل على زيادة إفراز الإنزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء عند تناولك للطعام بالإضافة أيضا إلى محتواه العالي من الألياف التي سوف تعالج الكثير من الطرابات الهضم مثل الإمساك والغازات وعسر الهضم وللحصول على جهاز هضمي صحي خال من المشاكل تأكد من تناولك لبصلة متوسطة الحجم يوميا يفضل تناولها على الريخ في الصباح علاج أمراض الكبد يعد الكبد هو أكبر أهم أعضاء الجسم فالكبد مركز تنقية السموم في الجسم ووظيفة هذا العضو هي تحويل ما يتواجد بجسمك من مواد ضرّة إلى مواد عديمة الضرر ولكن يجب الانتباه إذ أن استمرار الكبد في العمل لفترات كبيرة سوف يتعرض الكبد للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كالتليف أو الالتهاب أو التشمع ولكن بكوب واحد من عصير البصل يوميا ستتجنب الإصابة بهذه الأمراض فيحتوي البصل على فيتامين سي ومركبات الكبريت وهذه المركبات تحسن من كفاءة وظائف الكبد ودوره في تنقية الجسم فتأكد يوميا من شرب فنجان من عصير البصل للحفاظ على كبدك بأفضل صحة بعد وجبة الإفطار بثلاثين دقيقة علاج الصداع إذا كنت تشعر دائما بالصداع فلا داعي للقلق بعد اليوم لدينا الحل المثالي لك بوصفة صحية متوفرة في منزلك ويمكنك تحضير تلك الوصفة عن طريق إحضار بصل متوسطة الحجم ووضعها في الفرن لمدة خمسة دقائق ومن ثم إخراجها ووضعها في وعاء فارغ وقم بهرسها وأضف إليها نصف فنجان من زيت الزيتون طبق هذا المزيج على مقدمة الرأس لمدة عشر دقائق وسوف تتخلص من آلام الصداع على الفور وذلك لأن البصل يحتوي على مركب الأوغينول وهو مركب مسك فوري للآلام علاج ألم العظام هل سئمت من تعب وألم العظام؟ اليوم سنقدم لك الحل النهائي كيف ذلك؟ كل ما عليك فعله هو أن تتناول فنجان من مشروب البصل مع الحليب المحلى بعسل النحل يومياً فهذا الكوب يحتوي على المغنيسيوم والإفلافونويد والأوغينول وتلك المواد ستعمل على تعزيز السلامة للأوغينول والمفاصل بجسمك وكما يمكنك تعزيز تلك الوصفة بدهنك لأماكن الألم بزيت البصل علاج مرض السكري إذا كنت أحد الأشخاص المصابين بمرض السكري لا تقلق من ارتفاعات السكري بعد اليوم لأن تناول البصل يومياً أو إضافته إلى الأطعمة التي نتناولها سيحافظ ذلك على مستوى تقليل مقاومة الإنسولين في الجسم وبالتالي ستكون مستويات السكر في الدم في النطاق الآمن لأن من خصائص البصل الصحية لمرض السكري أنه يقلل من تركيز العالي للغلوكوز في الدم وبالتالي سيعمل ذلك على معادلة نسبته الطبيعية في الجسم ينصح بتناول حبة من البصل النيئ مع كل وجبة لضمان نتائج أفضل علاج حب الشباب وتساقط الشعر يعد البصل من أحد أفضل العلاجات الطبيعية لعلاج حب الشباب لأنه من يحارب أقوى مضادات البكتيريا التي تسبب ظهور حب الشباب إضافة إلى ذلك يعمل على علاج بعض مشاكل الشعر كالتساقط والتقصف والثعلبة ويعالج الصلع الوراثي فالبصل يحفز من تدفق الدورة الدموية في فروة الرأس مما يزيد من نموه وكثافته كيف يمكن تحضير مشروب البصل في المنزل؟ الطريقة بسيطة وسهلة كلما عليك فقط اتباع الخطوات التالية المقدمة من قناة الوصفات الزوجية المكونات كوب من الماء المغلي ملعقة صغيرة من البصل المطحون ملعقة عسل نحل طبيعي طريقة التحضير قم بوضع ملعقة البصل المطحون أو حبات البصل في كوب الماء وبعد ذلك قم بصب الماء المغلي عليه وقم بتغطية الكوب جيدا لمدة عشر الدقائق وبعد ذلك قم بنزع الغطاء وقم بتصفية البصل من الحبات الموجودة فيه وقم بإضافة ملعقة عسل نحل للتحلية واستمتع بأفضل مشروب صحي مفيد يقي جسمك من الإصابة بالعديد من الأمراض ماذا يحدث في جسمك عندما تضع البصل في فتحة الشرج؟ يساعد وضع قطعة متوسطة الحجم من البصل والمنقوعة في زيت الزيتون لفترة ستة ساعات في فتحة الشرج على خفض مستويات ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات السكر في الدم وعلاج التهاب لبروستاتا وعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعصر الهضم والقلون والانتفاخ وتنقية القلون من السموم والديدان والمساعدة في تخفيف آلام البطن وعلاج قرحة المعدة مشاهدين الكرام هذا كان كل ما لدينا اليوم شكرا لكم على المشاهدة جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية إلى اللقاء